تتوالى التحذيرات العالمية من إمكانية انهيار لبنان بالكامل آخر هذه التحذيرات صدر من واشنطن التي أكدت أن أمام البلاد أسابيع قليلة فقط لاحتمالية الانهيار الشامل أسباب عديدة وراء دمار لبنان نفق صحيفة ذهيل الأمريكية أبرزها انشغال الطبقة السياسية بمصالحها الذاتية وصراعتها وطائفيتها إضافة إلى عزها عن بناء أرضية مناسبة لتشكيل الحكومة الجديدة ناهك عن وجود ميليشيا حزب الله يد إيران الطولة في لبنان والمنطقة وبحسب الصحيفة فإن الفائز الوحيد من حالة الانهيار الشامل التي يمر بها لبنان هي إيران ووكيلها حزب الله صاحب السجل المقتضي بالفساد والانتهاكات والذي توجه إليه مؤخرا أصابع الاتهام بالمسؤولية عن افتعال أزمات اقتصادية جديدة بعملية تهريب المخدرات إلى السعودية أعقبها قرار الرياض حظر المنتجات الزراعية اللبنانية ليغلق أحد الأبواب القليلة التي بقيت مفتوحة أمام لبنان لتحصيل العملة الصعبة ومع تأكل احتياطات المصرف المركزي اللبناني من العملة الصعبة يضغى على المشهد توجه سياسي عام لرفع الدعم عن المواد الأساسية ليساهم ذلك في طعمق جرح اللبنانيين الذين يعانون من أزمات باتت تقوض حياتهم وفق الصحيفة الأمريكية في ظل تفاقم أزمة البطالة وعدم حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة ليضاف إلى ذلك عزهم عن توفير الطعام في بلد أصبح أكثر من نصف سكانه تحت خط الفقر أما عن الحلول تقول ذاهل لأنه يجب على إدارة بايدن مواصلة الضغط على المسؤولين اللبنانيين لانتشار الشعب اللبناني من أزماته إضافة إلى ضرورة عقد الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في شهر أيار من العام المقبل في موعدها ويبقى السؤال الأبرز عن مدى تحمل الشعب اللبناني لهذه الأزمات الناجمة عن طبقة سياسية يحاول الإطاحة بها منذ أكثر من عام ونصف دون أن يلمسائي تغيير حقيقي في بلد باتت تترنح جميع أركانه تحت تأثير التبعية والفساد المتجذر ترجمة نانسي قنقر